موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم عزيزي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لعبة الأمم عبر قناة الميادين منذ الأشهر الأولى للحرب في سوريا وعليها رفع الرئيس التركي رجب طيب أردغان شعار إسقاط الرئيس بشار الأسد لم يسقط الأسد لبل أعيد انتخابه لولاية ثالثة قبل أيام أجاز البرلمان التركي التدخل في سوريا والعراق لمحاربة داعش لم يحصل هذا التدخل حتى الآن لأن تركيا التي قالت قبل فترة أنها لن تترك كوباني الكردية تسقط عادت ووضعت شروطا للتدخل بينها إسقاط الأسد وإقامة منطقة عازلة فاتهمها الكرد بالتواطئ وانتفضوا على أرضها وجاءها الرد الأقسى من إيران التي هددت برد فوري وقوي وقاس إذا مخترقت سيادة السورية وأنها لن تترك الإرهابيين يسقطون الأسد أو أي من حلفاء إيران في المنطقة ماذا يريد أردغان؟ محاربة داعش فعلا ومساعدة المعارضة المعتدلة؟ أم الاستمرار في محاولة إسقاط الرئيس السوري؟ أم ضرب الحلم الكردي بإقامة منطقة حكم ذاتي؟ لا شك أن ضيوفنا الكرام سيجيبون على هذه الأسئلة ولكن هذه الملاحظات العاجلة لابد منها الملاحظة الأولى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا اتهم أردغان بأنه يريد أن يمتلك كل السلطات وتسكنه بصورة رخيصة فكرة محاربة سوريا قال كمال كليتشدار أوغلو أن أردغان وبذريعة داعش يريد إسقاط الأسد لكنني أعتقد أن الجيش لا يوافق أردغان على هذا الخيار هل يوافق الجيش أم لا؟ الملاحظة الثانية أن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم تركيا ودولا أخرى بدعم الإرهاب لكنه وتحت الضغوط عاد واعتذر الملاحظة الثالثة أن إيران رفعت منسوبة تحذيرات إلى حد التهديد وروسيا بعثت برسائل تحذير واضحة والجيش السوري رفع مستوى التأهد فماذا سيفعل حلفاء سوريا لو غامرت تركيا؟ ماذا سيكون رد فعل الجيش السوري؟ ثم هل أن الجيش التركي يقف فعلا إلى جانب الرئيس أم يرفض التدخل كما يوحي زعيم المعارضة التركية؟ وإذا كانت سوريا وحلفاؤها لا يريدون لتركيا أن تتدخل فلماذا لا ينقذونهم أنفسهم كوباني من مجزرة محتمة؟ ولو قاموا بذلك كيف ستكون؟ ردت فعل تركيا من الأسئلة أيضا هل منع الكرد الأتراك من الدخول إلى سوريا لإنقاذ أهلهم سيؤدي إلى عودة الحرب بين تركيا وحزب العمال الكردستاني على أرضها؟ أسئلة معقدة سنحاول تبسيطها وشرحها مع ضيوفنا لكن النتيجة واحدة أن كل هذا الصراع الإقليمي والدولي يجري بالدم العربي أو الدم الكردي على أرض العرب وعلى أرض العرب بينما العرب إما متواطئون أو خائفون أو عاجزون في واحدة من أسوأ محطات تاريخهم وتفككهم المخزي ضيوفنا في هذه الحلقة النائب في مجلس شعب السوري عمر أوسي أهلا وسهلا بك أستاذ عمر من طهران عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني منصور بور أهلا وسهلا بك سيد منصور من اسطنبول سيكون معنا بعض اللحظات النائب السابق في البرلمان التركي والقياد في حزب العدالة والتنمية رسول توسون أهلا بكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة لعبة الأمن ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم عزيزي المشاهدين وأهلا بضيوفي الكرام أبدأ معك سيد عمر حضرتك نائب في البرلمان السوري وكردي أصلا يعني لابد من التأكيد على هذه المسألة ماذا يحدث في كوباني؟ لماذا الدبابات التركية على بعد كيلومترات قليلة؟ وما هو المنتظر؟ مساء الخير أستاذ سامي إلى فضائية الميادين لأستاذ المشاهدين لضيوفك الكرام الواقع أن هجمات إرهابي ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على القرى والسكان الآمنين في كوباني وعلى مركز المدينة هو استهداف للمكون الكردي ليس في سوريا فقط وإنما في كردستان وعراق وإنما تواجد الأكراد أنت تعلم بأن أكراد سوريا يحاربون منذ سنتين تنظيم داعش الإرهابي على امتداد جبهة طولها 400 كيلومتر في الخاصرة الشمالية للجغرافيا الوطنية السورية وقد نجحوا حتى الآن في منع داعش وبقية المنظمات القاعدية من أي اختراق 400 كيلومتر تبدأ من عفرين إلى كوباني إلى الرأس العين القامشلي حتى تخوم نهر دجلة هذه المسافة الحدود الكردية فيها حدود المنطقة الكردية 400 كيلومتر ومنعوا داعش من إحداث أي اختراق جوهري بينما تخوض وحدات الحماية الكردية البطلة ومنذ شهر يعني بدأ القتال في 15 إلوى واليوم نحن في 15 تشرين أول شهر بالكامل هذا الصمود التاريخي الذي سيدخل بالدفاع عن كوباني وعن مدينة كوباني سيدخل ميثيولوجيا شعوب هذه المنطقة فيما تقوم داعش باستهداف المدينة والمدنيين بالأسلحة الثقيلة بدبابات أبرامز التي حصلت عليها من الجيش العراقي من الموصل وسهل نينوة وانت تعلم موصل تبعد عن كوباني 350 كيلومتر جغرافيا وتم نقلها على حاملات دبابات وإضا بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ هذه مهمة جدا دبابات أبرامز نقلت على متن ناقلات بينما كان التحالف يراقب السماء نعم وهذا سنأتي على ذكره وهذا يدل بأن ضربات التحالف هي ضربات دونكشوطية للاستعراض السياسي فقط بينما أطقم هذه الدبابات وهذه معلومات وليست بالتحليل السياسي هي أطقم تركيا من أحدى الفرق المدرعة التركية تركيا متواطئة مع داعش وتقدم الدعو تركيا رجب طيب أردوغا تركيا حزم العدالة والتنمية أستاذ عمر نعم هذه معلومة خطيرة ومهمة جدا أول مرة أسمعها طواقم تركية هي التي تقود الدبابات التي استخدمها داعش لضرب كوباني صحيح سأقول لك أكثر من ذلك هناك بعض القتلة جاءتني معلومات من كوباني ومعلومات مصادرها وثيقة تماما بأن هناك بين صفوف داعش من وجد الهوية العسكرية التركية في ثيابه بعد قتله في معارك كوباني وهناك معلومة لم أتأكد منها غير دقيقة معقول مقاتل من داعش حاطت تذكرة تركية في جيته طبعا معقول وهناك معلومة أخرى لم أتأكد منها بأن هناك أسرى من الجيش التركي في يد قوات الحماية الشعبية هذه المعلومة أضعها برسم المشاهدين وليست معلومة أكيدة تركيا تقدم الدعم المالي واللوجستي كم تقريبا في عدد سبعة منهم عسكريون ضباط عسكريون لا أعلم إذا كانوا ضباط لكن عسكريون أتراك تركيا تقوم بتقديم الدعم اللوجستي والسلاح والمال والمعلومات الاستخباراتية وتقوم بأعطاء أحداثيات قوات الحماية الشعبية لمنظمة داعش الأرهابية هدف تركيا هو تمكين داعش من تحقيق بعض الانفسارات في المفهوم العسكري تاري على المستوى التكتيكي والاستراتيجي لضرب المكون الكردي وأخلاق المنطقة الكردية والحقيقة أنا عندما أتحدث عن منطقة كردية في الخاصرة الشمالية الوطن السوري هي منطقة عربية كردية مسيحية بانتياز وهي عبارة عن سوريا مصغرة تركيا هدفها تمكين داعش من تحقيق بعض الانفسارات على المستوى التكتيكي والاستراتيجي وربط هذه المنطقة الكردية فيما يسمى إيالة الرقة ودير الزور ومحاولة السيطرة على محافظة الحسكة وداعش موجودة في ريف الحسكة وإيصالها إلى سهل نينوى والموصل وربطها بتكريت وصلاح الدين والرمادي لرسم معالم ما يسمى الدولة الخلافة الإسلامية وأنا أقول لك في المقلب الآخر في الجوار السوري هناك أيضا تخوت قوات البيشمرقة الباسلة قتالا مريرا ضد داعش وبقية المنظمات القاعدية على امتداد جفهة طولها 1050 كيلومتر تبدأ من زاقه شمالا وحتى جلولاء والمغدادية وخنقين شمال بغداد على تخوم الحدود الإيرانية لذلك هناك تورط تركي واضح على خط الأزمة في سوريا منذ ثلاث سنوات ونصف ولضرب المكون الكردي طيب ما عليش ليسمح لضيفي الإيراني قليلا فقط سؤال أيضا نحن نريد أن نمهد لهذه الحلقة معك استاذ عمر لأنكم معنيون بشكل مباشر بهذه المجزرة المحتملة والقتال حاصل حاليا في كوباني هل حزب العمال الكردستاني في تركيا بعث لكرد سوريا رسائل واضحة للدعم هل تغير هذا الموقف لا هذا الموقف لن يتغير هو فعلا بعث بعض العناصر من الحزب لمؤازرة قوات الحماية الكردية ووصلت بصعوبة لأن إيصال العناصر والذخيرة والسلاح إلى منطقة كوباني المحاصرة هي عملية لوجستية معقدة جدا حزب العمال الكردستاني كان آخر تصريح لجميل بايق رئيس اللجنة التنفيذية استدعى كل قوات الحزب من خارج حدود الجغرافية التركية استعدادا لمواجهات قد تقع مع الجيش التركي أنت تعلم نحن اليوم في 15 تشرين وقد انتهى مهلة الإنذار الذي وجهه الزعيم الكردي عبدالله أوجلان في سجنه في إمرالي وأمهل الدولة التركية بوقف عدوانها على الشعب الكردي ومساعدة أهلنا في كوباني أنت تعلم إذا دخلت داعش على كوباني فستخدم على مجازر جينوسايد وتطهير عرقي ضد المدنيين ما زال هناك خمس تلاف مدني عالق في كوباني بالإضافة إلى ألفين من قوات الحماية التي تخوض حرب شوارع وحرب قريلة حقيقية حزب العمال الكردساني لم يقصر وأنا أعتقد بأنه إذا ما تمادت تركيا في سياساتها ضد الأكراد وسياسة التطهير العرقي سينفجر الصراع الكردي التركي مجددا بعد ثلاث سنوات من ما يسمى البروسيس السياسي أو العملية السلمية وهي عملية استسلام الهدف منها تفكيك المؤسسة العسكرية والجناح العسكري لحزب العمال الكردساني لأنني أعتقد بأن القيادة الاستراتيجية لحزب العمال لن ينطلي عليها مثل هذه المناورات السياسية التركية طيب ممتز مهدنا بشكل جيد لهذه الحلقة على كل حال معنا ضيفنا التركي سيرد من جانب تركيا ما هو رأي تركيا ولكن نذهب الآن إلى طهران مع عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني السيد منصور بور سيد منصور إيران ساعدت الكرد في العراق لماذا لا تساعدهم في كوباني؟ هل هي عاجزة أم لا تريد؟ بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وارز بك لهم خدمة شواء لك ومهمانا عزيزة جميعا ولي جميع المشاهدين لشبكة الميدين نعم اليوم الجمهوري الإسلامية تفتخر بأنها لمواجهة حركة حركة الانهابية حركة داعش تقدم تجاربها وخبراتها خبراتها في الدفاع المقدس وتقدمها إلى الدول الصديقة هناك قوانين جمهوري الإسلامية بالنسبة للجهاد تقدم ما لديها للمقاتلين في سوريا وفي العراق وفي لبنان كذلك وإرادة هذه الشعوب إلى جانب هذه القوانين الجهادية حولت حركة المقاومة في المنطقة نحن بالنسبة لأصدقائنا في العراق على علاقة وثيقة ونقلنا لهم تجاربنا السياسية والمعنوية وقدمنا لهم المساعدات من الحركات الكرودية وأصدقائنا من المذاهب المختلفة وكذلك في سوريا قمنا بذلك وكذلك في لبنان ولم نبخل في هذا المجال طبعا سيد بور سمح لي بالمقاطعة لأن كل ما تتفضل به مهم ولكن تقريبا معروف سؤالي واضح أنه حصلتم أو قدمتم مساعدة مباشرة للكرد في العراق دفعتم كنتم أول المدافعين عنهم حين تقدمت داعش بعض الموصل باتجاه الشمال الآن هناك سؤال الجميع يلوم تركيا أنها لا تسمح بمرور من يساعد أهل كوباني لا تتقدم ولكن حلفاء سوريا مثل إيران أو الجيش السوري أنا أسألك سنسأل عن الجيش السوري بعد قليل ولكن أسألك كحليف لسوريا إيران لماذا لا تساعد كوباني مباشرة وتمنع تقدم داعش هناك كما فعلت في العراق مثلا كما أشرت أن الأكراد بشكل مباشر ولمنع وقوع الفجائع في أن حكومة توكيا لم تسمح لحد الآن بوصول المساعدات لكوباني والحكومة السورية تقدم لها المساعدة وأي عمل قد تقوم به نحن نساعدها في هذا المجال لمساعدة الأكراد في كوباني الجمهورية الإسلامية حاليا لرأيها حاسم لمنع دخول المسلحين المسلحين من توكيا إلى كوباني ومن هؤلاء الأرهابيين إلى كوباني ولن نسمح كذلك بالتدخل المعادي للأكراد في كوباني وكننا نفعل ما نستطيع في المجالس الدولية والمنظمات الدولية ولا نسمح للحكومة التوكية أن تقوم بتصفية الوجود التوكي بحجة مقابلة داعش ضد الأكراد والتحاق ضد الأكراد قصدك الوجود الكردي تصفية الوجود الكردي وليس التركي ربما في الترجمة خطأ تصفية الوجود الكردي تصفية أن تقوم تركيا بتصفية الوجود الكردي بحجة مقابلة داعش طيب ممتاز على كل حال ولكن أنا عندي سؤال نحن رأينا السيد عبداللهيان رفع مستوى التهديد والتحذير لتركيا سنذكر ما قاله بعض اللحظات ولكن سؤالي لك سيد بور حين تقولون أن تركيا لا تسمح بنقل مساعدات هل اقترحتم على تركيا كإيران أن تنقلوا مساعدات للدفاع عن كوباني مثلا عبر تركيا ورفضت نعم قمنا بذلك والوزارة الخارجية الإيرانية قامت بذلك والحكومة التركية منعت ذلك وعرضت إرسال ما يحتاجه الناس في كوباني وحتى الدواء وحتى المسائل الغذائية منعت وصولها إلى وقوافل المساعدات إلى منطقة كوباني ولكننا نبحث عن طوق أخرى لإيصال المساعدات إلى الشعب المظلوم في كوباني وسنصله إن شاء الله إليهم هل تفهمون سيد بور ماذا تريد تركيا من الكرد من كوباني بالضبط أنا بحاجة إلى مدة أكثر لفهم الموضوع بشكل دقيق لنحلل لماذا تركيا دخلت في هذه المقامرة الكبيرة وهذه المقامرة من نسبة لتركيا نعتبر أنه أنه هذا ساحة ألغام حق الألغام ولا يعرف هل سيخج الأطراك بشكل سالب من هذا حق الألغام أم لا وكذلك في المراحل الماضية قد دالوا من حيثيتهم وخسروا الكثير من خلال تدخلهم الدلال الموجود حاليا اليوم أن هناك نتوكيا وهذه الحكومة سيد أدوغان تميل إلى وصول إلى جغرافيا السابقة وإلى إقامة الحكومة العثمانية كما كانوا وستعادة تاريخ الماضي لتوكيا ويريدون أن يلعبوا كلاعب أساسي في المنطقة ويدافسوا الدول دولة السعودية كذلك يريدون أن يلافس السعودية يريدون أن تكون تحولات في المنطقة بيدهم وبمساعدتهم وبمباشرة منهم ليحافظوا على مكانتهم في منطقة الشق الأوسط ويرفعوا من هذا المستوى بعيدا عن أنه هل أنه مثل أنه انتهت هذه الأيام مثل هذه المشاريع وإغانية الشعوب الآن هي التي تحدد مصير هذه المنطقة وكذلك كما أن تركيا والسعودية وقطع ودول أخرى وأمريكا وبريطانيا لم يستطيعوا في المرحلة السابقة من إسقاط النظام السوري فبشكل حتمي كذلك لن يتمكنوا في هذه الفترة من القيام بأي عمل في هذا المجال وتركيا في دخولها الخاطئ إلى كوباني ستخسر ستخسر تأييد سبع محافظات لديها في داخل كودية داخل توكيا وسيكون هناك مقاومة كودية التي لديها تنظيم قوي جدا داخل توكيا وهؤلاء سيقفون في وجه الحكومة التوكية سيد بور على كل حال سنواصل هذا النقاش بعد اللحظات نحن فقط ننتظر ضيفنا التركي السيد توسون لكي يصل إلى الستوديو وإن كان هناك أي عقبة سنتصل بأحد المسؤولين غيره لأنه لابد من سماع وجهة نظر التركية في هذه الحلقة في وجهة نظر التركية أيضا الرئيس التركي حدد ثلاث شروط للدخول في التحالف الدولي لضرب داعش في العراق نستمع إليها لو سمحتوا كوباني بيرون دشتو دشتو كما تعلمون فإن كوباني سقطت أو على وشك السقوط الشرط الأول يجب الإعلان عن منطقة حذر طيران والشرط الثاني إعلان مناطق آمنة موازية للحدود والشرط الثالث دعم وتدريب المعارضة المعتدلة في سوريا سيد عمر استمعت إلى هذه الشروط أنا أعود وألخص معظم الشروط التركية التي قيلت في الأوين الأخيرة وضع استراتيجية واضحة لإسقاط النظام السوري ومنها دعم وتدريب المعارضة السورية نعمل أن نرى هذه على الشاشة إقامة منطقة عازلة وحذر للطيران في شمال سوريا إنهاء تواجد داعش في سوريا والعراق العمل على عدم إنشاء حكم ذاتي أو استقلال للكرد تسهيل إجراءات دخول تركية إلى الاتحاد الأوروبي هذه الشروط في الواقع طرحها المسؤولون الأتراك وفي مقدمهم الرئيس أردوغان صحيح أولا أن الموقف التركي المعادي للكرد سيوحد 45 مليون كردي في أزاء كردسان وفي المناطق الكردية سوريا وفي الدياسفورة المهجر وستبدأ الانتفاضات الشعبية والسرهلدانات وهذا ما حصل في مدن كردسان التركية وتم نقله إلى متروبولات التركية إلى كبرى المدن التركية إلى إسطنبول متى حصل هذا؟ حصل منذ عشرة أيام تقريبا عندك معلومات دقيقة من الذي حصل داخل تركيا صحيح صحيح عمت الانتفاضات الشعبية نحن نسميها باللغة الكردية السرهلدانات كل المناطق الكردية بمئات الآلاف وسوف تكبر ككورة الثلج وأنا لا أستبعد بين تتحول مئات الآلاف لا يوجد مغالاة هذا أبدا بالعكس تظاهر الدياربكر كان فيها 170 ألف على سبيل المثال هذا من المصادر المحايدة وليس من المصادر الكردية دياربكر معروف بولات تركيا أنت تعلم هناك في اسطنبول 3 مليون كردي يعني بكبرى المدن التركية أنا أعتقد بأن هذه الانتفاضات ستتجه إذا ما استمر هذا الموقف التركي المعادي للكرد إلى التسلح أيضا لحمايتها لأن اليوم طرح رئيس الوزراء التركي مشروع على البرلمان التركي بزيادة صلاحيات قوات الأمن لقمع الانتفاضات واستخدام السلاح الحي والذخيرة الحية قبل أن ندخل بساعة سمعته هذا الخبر النقطة الثانية عملية السلام دليل بأنها انهارت بين حزب العمال الكردساني وبين تركيا ما قامت الطائرات التركية يوم أمس بقصف معاقل الحزب في إيالة حكاري وبعض المناطق الأخرى المتاقمة للحدود الإيرانية والعراقية تركيا تستعد لشن نفس العمليات العسكرية على الحزب وعلى الشعب الكردي بعد أن دمرت أكثر من ثلاثة آلاف قرية كردية في كردسان التركية وأفرقتها من سكانها برأيك انتهت الهدنة بين حزب العمال وتركيا أنا أعتقد أنها انتهت هذه الهدنة وسينفجر الصراع مجددا أيضا من أهداف تركيا هو كما جاء في شروط أردوغان والدولة التركية هو ضرب الإدارة الذاتية لأكراد سوريا التي أعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي حزب الاتحاد الديمقراطي أعلن ثلاث كانتونات كانتون القامشلي وكانتون عين عرب وكانتون عفرين إلى حين انتهاء الأزمة بعد انسحاب القوات والجيش والدولة السورية من تلك المناطق باستثناء القامشلي التي يوجد فيها جيش سوري وقوات أمنية ومؤسسات الدولة السورية ما زالت تعمل وفي مركز مدينة الحسكة أنا أعتقد بأن ما يسمى ما تعرض له تركيا هذا يشكل خلافا بينها وبين عواصم الغرب بين أسيادة بقيادة المايسترو الأمريكي تركيا لا تريد محاربة داعش وداعش حتى الغرب لا يريد محاربتها ما زالت دور الوظيفي لداعش يعني له دور وظيفي على مستوى الإقليم لعادة إنتاج ما يسمى كروكي جيو سياسي جديد وتقسيم المنطقة وإقامة دولة الخلافة الإسلامية فقط بالنسبة للمنطقة العازلة تركيا أهدافها ضرب المكون الكردي ومن ثم استعمال هذا الطنبون الأمني لما يسمى إسقاط الدولة السورية وإسقاط النظام الوطني في سوريا وتجميع كل المعارضات المسلحة فيها وحتى الدول الحليفة لتركيا وهذا موضع خلاف بين تركيا وبين عواصم الغرب بين الإنجليز والفرنسيين الذين أؤكد لك وللرأي العام بأن قضية إسقاط النظام في سوريا قد سقطت من الأجندة الغربية وهذا هو الخلاف بين تركيا لذلك تركيا ترفع شروطها ولم تنضم وحتى الآن فعليا للتحالف رغم إقرارها بأنها ستنضم إلى التحالف الدولي المؤلف من أربعين دولة في قطر والسعودية وبعض عملائهم الآخرين في المنطقة اليوم كان هناك تصليح سطير عفوا بس النقطة اهدى يا أخي بعدنا بأول برنام يجب اسمح لي في الأكراد أيضا كرد سوريا حلموا بلحظة معينة خلال الأزمة السورية بإقامة منطقات حكم ذاتي بعضهم قاتل الجيش السوري أيضا والسيد صالح مسلم قالها علنا في الفترة الأخيرة نحن قتلنا الجيش صحيح ولكن لا نريد أن نقاتل باسم دول أخرى طيب الأمر الثاني أن الجيش السوري الآن مطالب أن هيدي كوباني هي جزء من سوريا بالنهاية طيب أنت تلوم تركيا وتلوم دول التحالف وتلوم كذا ما هو دور الدولة السورية في الحفاظ على كوباني وفي الدفاع عنها هل ذهبت الطائرات السورية وضربت هناك هل هناك جيش لا يزال قادرا على الوصول إلى هناك ولماذا خرج الجيش قبل حصول هذه المجزرة أو إن شاء الله ما تصير مجزرة هذا القتال الحاصل حاليا الحقيقة إذا كنت تريد موقف الرسمي للاتحاد الديمقراطي الكردي في هذا الموضوع فبمكانك أن تسأل صالح مسلم أو القيادات أخرى أنا رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين وأنا عضو مجلس الشعب في الفرلمان السوري وهذا يشرفني أردوغان بس مشان ما أنسى هذا الجملة أردوغان كان له تصريح خطير اليوم قال بأنه سيعيد النظر يجب إعادة النظر بنتائج الحرب العالمية الأولى على مستوى الخراءة الدول الأقليمية في المنطقة هذا تصريح خطير هذا يرجعنا إلى الأمبراطورية العثمانية لكن شوف ما بدنا نرجع كتير مشان ما ينتهي البرنامج قبل ما نطرح الأسئلة سأسألك بعض الفاصل تجيبني على السؤال حول دور الدولة ودور الجيش السوري لحظات قليلة نستمع إلى موجهز الأخبار وإن شاء الله يكون معنا ضيفنا التركي في الفترة المقبلة في القسم الآخر من هذا أو الثاني والثالث من هذا البرنامج موجهز للأنباء ونعود لمواصلة لعبة الأمم عبر قناة الميادين ابقوا معنا لو سلم اشتركوا في القسم الآخر اشتركوا في القسم الآخر أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة هذه الحلقة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين نتحدث فيها عن العلاقة التركية السورية على ضوء ما يحصل في كوباني أو عين العرب الكردية لماذا لا تتدخل تركيا؟ هل تسمح أو لا تسمح بمرور المساعدات لضرب داعش؟ هل بدأت تسمح باستخدام قواعدها للتحالف الدولي لضرب داعش حول كوباني نعم أم لا؟ وما هو مستقبل هذه العلاقة خصوصا أن الرئيس أردوغان لا يزال حتى اليوم مصرا على إسقاط الرئيس بشار الأسد ضيوفنا في هذه الحلقة عود وأكرر النائب في مجلس الشعب السوري عمر أوسي من طهران عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني منصور حقيقة بور أنا في الجزء الأول كنت أقول منصور بور على ما يبدو يجب أن نقول حقيقة بور أفضل ومن إسطنبول نضم إلينا الآن النائب السابق في البرلمان التركي والقيادي في حزب العدلة والتنمية رسول طوصون تأخر على ما يبدو بسبب زحمة السير شو بدي أعمل لك حضرتك خسرت يعني كنا نود أن تكون معنا في القسم الأول طيب سيد طوصون الآن تحدثنا عن دور تركيا في الجزء الأول والضيفان الإيراني وسعادة النائب السوري وهو أيضا كردي يقولان أن تركيا تعيق المساعدة وهناك شكوك بدور تركيا هل ستترك كوباني تتعرض لمجزرة نعم أم لا أريد أن توضح لنا ما هي حقيقة الموقف التركي لماذا لا تترك المساعدات تمر لماذا لم تسمح للتحالف باستخدام القواعد وهل ستترك كوباني تتعرض لمجزرة خصوصا أنه ورئيس الحكومة السيد أحمد داود أغلو قال لن نسمح بسقوط كوباني بداية أشكرك أخ سامي لهذه الاستضافة وأحييك وأحيي ضيفيك الكريم أهلا بي المشاهدين الكرام وأعتزل للتأخر ولم تكن في أيدي أي شيء لأن الزحام في المرور نعم علي مش مشكلة أهلا وسهلا بك سيد قصوم في البداية بخصوص المشكلة الكوبانية أخي الكريم بالنسبة لمساعدات إنسانية تركيا قدمت ما تترتب عليها من الوجائب من المهام وما هي كوباني كما تعرفون يسكن فيه 200 ألف إنسان ف نعم 190 واحد 190 ألف كردي غادر كوباني وتركيا فتحت أبوابها بصراعيها بمصراعيها وقدمت لهم كل ما يحتاجون إليها من المساعدات الأهم إن كانت هي حماية المدنيين ومساعدة الكوبانيين فتركيا قامت بواجبها بهذا الخصوص أما بالنسبة للإشتباكات يا أخي الحبيب المسؤولون الذين نثقوا بهم يقولون لم يبقى في كوباني إنسان مدني كل ما هناك مقاتلون تابعون لحزب الاتحاد الدموقراطي الكردي حزب الاتحاد الدموقراطي هذا الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني فكك الإرهابي المسجل في القوائم السوداء في العالم معنى هذا تركيا أيضا أعلنت قبل سنة أن تنظيم داعش هو منظمة إرهابية ونشرت هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل سنة أعلنت أن هذا التنظيم تنظيم إرهابي إذن الصورة هكذا نرى هناك إرهابيين تابعين لداعش وإرهابيين تابعين لحزب الأممال الكردستاني يقاتلون هناك فتركيا لماذا تساعد لأحد الإرهابيين تركيا قامت بواجبها تجاه المدنيين وآوت 190 كردي وقدمت لهم جميع ما يحتاجون إليها أنا في رأي تركيا ترى أن هناك منظمتان إرهابيتان تقاتلان فلذلك تركيا لا تقدم لا لداعش ولا لتنظيم فكأي مساعدات طيب سيد توسون إذا ما يأتي جرحة من الكوبانيين المقاتلين أيضا تقدم تركيا المعالجة اللازمة لهم طيب سيد توسون يعني حضرتك بالنسبة لإلك بالنسبة لتركيا داعش هي كما الحزب الديمقراطي الكردي وكما حزب العمال الكردستاني يعني الثلاثة إرهابيون بنفس المستوى برأيك نعم لا فرق بين الإرهابين طيب أنتم استقبلتم مؤخرا السيد صالح مسلم رئيس الحزب الديمقراطي وأيضا تفاوضون وتركيا تفاوض على حد علمي حزب العمالي الكردستاني ووصلت معه إلى اتفاق سلام اتفاق السلام مستمر منذ أشهر وألغت صفة الإرهاب عنه لأنه صار شريك بالمفاوضات معها هل عاد بالنسبة لكم حزبا إرهابيا لا هذه أولا في اللغة الدبلوماسية لا تعتبر مفاوضات إنما هناك لقاءات بين أبدالله أجلان رئيس حزب العمالي الكردستاني المحكوم عليه بالمؤبد بالسجن المؤبد وهو سجين في جزيرة جزيرة إمرال في تركيا فهناك لقاءات بين المسؤولين الأتراك من المقابلات التركية وبين هذا الرجل السجين لإحلال السلام للمصالحة الوطنية اللقاءات شيء والإرهاب شيء آخر اللقاءات هذه لا ترفع عن هذه المنظمة وصفها منظمة إرهابية نعم تركيا البسؤولون يقابلون هذا الرجل يقابلون لكن لا يفاوضون إنما هناك مقابلات وتجري الحكومة التركية المصالحة الوطنية لحل المشكلة الكردية فهذا جانب جانب آخر هذا الحزب أو هذا الشخص لا يمثل الأكراد كلهم لأن أكبر حزب كردي في تركيا هو حزب العدالة والتنمية لأن أكثر الأكراد يصفتون حزب العدالة والتنمية لكن هناك قضية هامة من أكبر القضايا التركية وهي القضية الكردية وحزب العمال الكردستاني طرف من هذه المشكلة تريد أن تحل المشكلة وتقابل أيضا صالح مسلم مسلم أو كما تقولون الرجل قابلته تركيا في العام الماضي ونصحت له بنصايح لكن هو لم يسمع إلى هذه النصايح ناهيك عن أن صالح مسلم منذ سنة يعود ويكرر أنه لا يريد تدخل تركيا ولا يريد تركيا في كوباني والآن هو يتجول في أوروبا ويشتكي تركيا أنه لا يتدخل لا يصاعد لا تركيا قدمت المساعدة تركيا نعم قابلت صالح مسلم وقالت له يا مسلم إن كنت تريد المساعدة عليك أن لا تعلن الحكم الذاتي في كوباني أعلن وقال يجب عليك أن تقطع علاقتك مع النظام السوري قال هو أنا معه وقال عليك أن تجتمي أو تتفق أو تتحالف مع الجيش الحر مشان يساعدك لم يفعل فالآن يتكلم الرجل لكن يجب أن نميز بين اللقاءات مع أي شخص كان وبين كون المنظمة إرهابية لقاءات المسؤولين بهؤلاء الأشخاص المنسوبين للمنظمة الإرهابية لا ترفع عن المنظمة كونها إرهابية طيب قبل أن يعلق ضيوف الكرام أيضا المعارضة التركية رفعت الصوت ضد طبعا احتمال التدخل التركي في سوريا أود أن أسألك مع إجابة سريعة لو سمحت سيد توسون يعني أنا أعطيتك وقت إضافي عن الضيوف لأنك لم تكن في الجزء الأول ولكن لابد أن نستمع إلى ضيفين نا من سوريا ومن إيران يعطي كلاف الله يعافيك بشكل سريع سيد توسون لماذا حتى الآن لا تريد تركيا الانضمام إلى التحالف داعش ضدها وعدوها وهي تضربها نعم تركيا لم تشارك في التحالف الدولي ولم توقع على البيان المشترك الذي أعلنوه في مدينة جدة لماذا لأن تركيا ترى استراتيجية أوباما واستراتيجية التحالف استراتيجية قاصرة ناقصة خاطئة لأن التحالف الآن يوجهون جميع الضربات إلى داعش فقط يعتبرونه منظمة إرهابية منذ شهر شهر بعد زبح أمريكيين أو إنجليزيين قبل ذلك تركيا حذرت منذ ثلاث سنوات للمجتمع الدولي على أن يساعد المؤتدل في سوريا حتى تنجح السورة وتهيمن ويهيمن الاستقرار والأمن في البلاد ولا يبقى مجال للمنظمات المتطرفة فالمجتمع الدولي بعد أن رأى زبح الأوروبيين استيقظوا من نومهم وجاءوا إلى ما كانت عليه تركيا من الحقيقة هذا هذا جانب يا أخي الحبيب جانب آخر تركيا ترى أن داعش جزء من الإرهاب جزء من الاستبداد وهناك إرهابات وهناك استبدادات في سوريا مرزمات أخرى متطرفة وتنظيم إرهابي أخطر وأكبر من تنظيم داعش وهو أنا أعتزل من ضيفك السوري لأن هذا الموقف التركي وهي الصورة الحقيقية يجب أن أشرحنا لا للإهانة إنما لتعريف الصورة تركيا ترى أن النظام السوري فقد شرعيته بعد أن مارس العنف وبعد أن قتل أكثر من 200 ألف سوري وكذلك قبل أسبوعين والولايات المطاعدة أعلنت أن النظام السوري فقد شرعيته لذلك تركيا تقول أنا لا أكافح داعش بعدها داعش قسم من الإرهاب فعلينا أن نكافح الإرهاب بما فيه النظام السوري إذا كنتم أيها المتفقون في التحالف تريدون إنهاء الاستبداد إنهاء الإرهاب يجب أن نتدخل بالدول المتحالفة للنظام السوري أيضا لننهي الإرهاب الأكبر من داعش لسه ما وصل أدد القتلى في يد داعش إلى ألف فائد لكن القتلى في يد النظام السوري أكثر من 200 ألف ونهيك عن النازحين نهيك عن الخسائر المادية سيد تسون على كل حال سنعود إليك بهذه النقطة لأنها مهمة جدا حضرتكم تقولون أنه النظام السوري يقتل على الأرض لا أعتقد أن تركيا أيضا حين واجهت حزب العمال الكردستاني رمته بالورود أيضا بالعنف قابلته على كل حال سنتوقف أن هذه النقطة في شرح أكثر بعد قليل أود أن نستمع إلى تعليقين من ضيفين السيد عمر والسيد حقيقة بور خليني نأخذ التعليق الأول منك من طهران سيد حقيقة بور على كلام السيد توسون من أولا خير مقدم أرزب كنا وحب يا عائل توسون الذي التحق بنا وكلام السيد توسون لأن يعفضها كلامه وهل هل يمكن أن تعتبر أن أهالي كوباني الذين يدافعون عن أرضهم تعتبرهم إرهابيين وتعتبر داعش إرهابية وأن هناك منظمتين إرهابيتين يتعال يواجه بعضهم ضعف هذا خطأ في نظري خطأ في نظري وكما تفضل عندما يقول أن الحكومة أن هو والحكومة التركية يسمحون لأنفسهم لإسقاط حكومة أخرى ويقولون أنها هي حكومة ورهابية وهي حكومة بشار الأسد ويريدون إسقاط هذا النظام أنا أسأل سيد توسون من سمح لكم أي قانون دولي يسمح لكم كدولة تركية لإسقاط أو تقارنوا مصير نظام أو تتحدثون بهذه اللغة ضد نظام مجاور لكم وتسمحون لإنفسكم لإسقاط نظام دولة أخرى إننا نعتقد أنه لو حصل في سوريا أي شيء فأن والشعب السوري لديه البلوغ السياسي والاجتماعي وهو يحل مشكلته بنفسه نتيجة انتخابات السورية أشارت إلى أن الحكومة السورية الحالية يودها الشعب السوري ولذلك الله يجب أن لا نسمح لأنفسنا بفرض إرادة خارجية على شعب آخر لترئيجات تغييرات تفرض على الشعب ودخول فيها إذا كان أي دولة تريد أن تعتبر الدولة الأخرى إرهابية وتسمح لنفسها أن تستعمل على إسقاط النظام الآخر فلن يبقى هناك في العالم أي أمن أو استقار طيب سيد حقيق لا سيد توسون اسمح لي أن نستمع أيضا إلى رد السيد عمر أوسي ثم نستمع إلى وجهة نظريك لو سمحت فضل يعني الضيف التركي يطرق لبعض المسائل أنا حاب أعلق عليها أول شي حزب العمال الكورتساني ليس منظمة إرهابية بل هو من أشرف وأنبل حركات التحرر على المستوى الإقليمي والدولي هذا واحدا إنما الدولة التركية والحكومات التركية المتعاقبة هي التي تمارس الإرهاب الرسمي إرهاب الدولة المنظمة ضد شعب بأكمله يبلغ تعداده 25 مليون وأنا ودمر حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف قرية كردستانية سريعة كيف تفسر سيد عمر ما يقوله السيد طوسون أن حزب العدالة والتنمية عنده ناخبون من الأكراد من الكرد الأتراك أكبر نسبة صحيح هذا سأكون موضوعيا وحزب العمال الكردستاني من خلال جناحه السياسي حزب السلام والديمقراطية لديه أكثر من 36 نائب في البرلمان التركي وهم يتفاوضون مع الزعيم الكردي عبد الله أوجلان ومع حزب العمال الكردستاني داخل وخارج تركيا كيف يتفاوضون مع الإرهابيين هذا أولا اثنين مسألة السيد الرئيس بشار الأسد والنظام السوري يحدده الشعب السوري وقد تحدث الأستاذ الإيراني عضو مجلس الشورى الإيراني سيد حقيقة بور نعم السيد حقيقة بور عن الانتخابات الأخيرة وأنا شاهدتها بأم عيني وكان عرسا وطنيا سوريا حقيقيا لذلك بأي حق تتحدث تركيا عن إسقاط الرئيس بشار الأسد أو عن إسقاط النظام في سوريا هذا أولا ثانيا هناك فعلا خلاف جدي بين التحالف الدولي بقيادة المايسترو الأمريكي وبين الأجندة السياسية والاستعمارية لتركيا وهذا ما ظهر بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي تشيك هيكل ورئيس الأركان ديمسي وأيضا حتى الرئيس أوباما عندما قالوا بأن إقامة المنطقة العازلة ما تطالب به تركيا ليس مدرجا على جدول أعمال التحالف وأيضا هذا ما حصل في المؤتمر الصحفي بين وزير خارجية تركيا جديد مولود أغلو وأمين عام حلف الناتو عندما قال له أمين عام حلف الناتو بأن قضية الدخول إلى الأراضي السورية ليست مدرجة على جدول أعمال الناتو أما سؤالك حول وضع يعني حول السؤال الذي قبل الفاصل سألتني بالضبط وهو ما أرد أن أذكرك به لماذا الآن يعني لنعيد السؤال لما انضم إلينا الآن يعني تلومون تركيا تلومون التحالف ما إلى ذلك لماذا لا يدخل الجيش السوري وينقذ كوباني السؤال مطروح أولا حوادث الاستضام العسكري بين قوات فيدي والجيش السوري أنا لدي ملاحظة عليها قد تكون حدثت بعض الحوادث الفردية القليلة جدا لم يحصل هناك أي تصادم عسكري بين قوات الحماية الشعبية الكردية وبين الجيش السوري بالمفهوم العسكري بمفهوم معارك عسكرية يعني كرد سوريا يؤيدون النظام طبعا غالبية كرد سوريا تقريبا 60% الغالبية الساحقة الغالبية الساحقة لكرد سوريا يؤيدون النظام وهذا دليل على استقرار المنطقة الكردية منذ بداية الكريزة منذ ثلاثة سنوات ونصف وحتى الآن وأنا أطالف دائما بالحقوق الكردية وبسقف عالي ولكنهم أرادوا إقامة منطقة حكم ذاتي نعم هذه الكانتونات الثلاث مناطق لإدارة ذاتية من وجهة نظري هي مناطق لتسير شؤون الناس هناك بكامل شرائحهم ليس الكرد فقط إنما الكرد والأخوة المسيحيين والأخوة العرب بعد انسحاب الجيش السوري ومؤسسات الدولة السورية منها وهي إدارات ذاتية مؤقتة من وجهة نظري أين الجيش السوري الآن؟ أنت تعلم بأن في محافظة الرقة تعرض اللواء 93 التابعة للفرقة 17 من الجيش السوري إلى هجمات شرسة بالآلاف من قوات داعش وانسحب اللواء 93 من تلك المنطقة أي بمعنى آخر لا يوجد قوات برية سورية في تلك المنطقة وفي تخون كوباني السلاح الطيران السلاح الطيران السوري شارك في هذه المعارك وفي هذا هجوم إرهابي ما يسمى داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام وبمؤاذرة تركية شارك منذ أسابيع ومنذ أيام في عدة طلعات جوية وحقق أهداف مباشرة وأنا أحيي الجيش السوري تول بيلك بالتنسيق مع التحالف الدولي؟ لا أعتقد لكن أعتقد بأن هناك تنسيق كيف يطلع طيران سوري وطيران دولي وما بينسكه؟ أنا برأيي هناك تنسيق سري بين التحالف الدولي وبين القيادة السياسية السورية وقال له لا يمكن أن نفسر ظهور الطيران السوري في الأجواء السورية فوق الجغرافيا السورية في نفس الوقت التي تظهر فيه طائرات التحالف أنا أعتقد بأن هناك تنسيق موجود لكن بعيد عن العلاق متى قصف الطيران السوري داعش قرب كوباني؟ آخر مرة كان يوم التنين صباحا الساعة سبعة الصبح هذه معلومات دقيقة خرج الطيران السوري ودك رتل من إرهابيه داعش ودمر عشر عربات عسكرية ومدنية وحتى مدرع لأن هذا رد على بعض الأصدقاء الذين كتبوا لنا مثلا رؤوف حتي لماذا لم يسعى الجيش السوري لمساعدة الكرد في الدفاع عن المدينة أيضا عمر حسن لماذا سوريا لم تحرك طيرانها لاستهداف داعش في عين العرب نلاحظ أيها الأصدقاء الأعزاء أن الطيران السوري وفق ما يقول النائب في البرلمان السوري السيد عمر أوسي لا تحرك وقصف وأنا طالب بزيادة الطلعات الجوية السورية لدك الرهابي داعش السؤال الآن حول إيران وتركيا لأنه لاحظنا وهذا السؤال لك سيد توسون الآن لاحظنا أن المواقف الإيرانية تصاعدت بشكل لافت في الأوين الأخيرة يعني مثلا حين نلاحظ أن نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون إفريقيا والوطن العربي السيد عبد اللهيان يقول التالي إن أي نقد للسيادة الوطنية السورية كإيجاد مناطق حذر طيران حذر طيران الذي تحدثت عنه تركيا أو تدخل بري سيتبعه رد قاس وقوي وفوري هذه أول مرة إيران ترفع اللهجة إلى هذه الدرجة قالت أيضا سبق وأن حذرنا صديقتنا تركيا التي بيننا وبينها نقاط لا نتفق عليها بخصوص الأزمة السورية حذرناهم هم والأمريكان حول ضرورة أن يقرر الشعب السوري بنفسه مسألة بقاء النظام أو رحيله إن تركيا تسعى إلى فكرة العثمانية الجديدة في المنطقة وحذرناها هي والدول الأخرى من مغبة دخول الأراضي السورية وقلنا لها إن عواقب ذلك ستكون وخيمة سنتخذ يقول السيد عبد اللهيان سنتخذ أي إجراء لمساعدة الكرد في عين العرب لن نسمح للإرهابيين وهذا كلام للمرة الأولى يقال بهذا الشكل الواضح والمباشر لن نسمح للإرهابيين بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد أو أي أحد من حلفاء إيران في محور المقاومة أمريكا أبلغت طهران أنها لن تستهدف المراكز الحكومية السورية لكننا لن نثق بها ونرصد الأمور بدقة واضح أن هناك تحذير إيراني لتركيا وفي الجزء الأول من هذا البرنامج تفضل ضيفنا الإيراني سيد حقيقة بور وقال نحن طلبنا يعني كإيران طلبت من تركيا تسهيل مساعدات وإيران امتنعت لكوباني تفضل لك الكلام سيد توسون نعم بخصوص العلاقة الإيرانية التركية في الحقيقة بين البلدين علاقات بثيقة اقتصادية سياسية وتجارية فالتركيا تلتزم بالاتفاقيات الموقع المبرمة بين البلدين وتهتم بمواقف الجار الإيرانية لكن أنا قبل ما أجيب أو أتعمق في الموضوع أريد أن أعلق على موقف إيران المتناقد تجاه الربيع العربي إيران وهو سيد توسون لو سمحت لي أنا آسف سيد توسون يتمتع بالدستور الإسلامي لحظة لحظة سيد وقف إلى جوار الشعوب في الثورات العربية كلها سوى سوريا في الثورة السورية وقف إلى جوار النظام هذا تناقض بارز بالنسبة لسياسة إيران فلو لم تكن إيران لسقط النظام السوري من زمان أما بالنسبة لبيان أو تصريح المسؤول الإيراني في موضوع حظر الطيران وفي المناطق الآمنة يا أخي الحبيب بتركيا لا تدعي ولا تقول أبدا أنا سأتدخل وسأقيم منطقة لا تقول في الآزلة نحن نقول منطقة آمنة منطقة آمنة وعازلة نفس الشيء المناطق الآزلة مناطق عسكرية لا يدخل فيها المدنيون تركيا تقول منطقة آمنة لكن هذه المنطقة لا تقيم تركيا واحدها تركيا تقترح على المجتمع الدولي أن تقام هناك مناطق آمنة لإيواء اللاجئين والنازحين ولتدريب المعارضة المعتدلة أيضا وأيضا حظر الطيران كذلك هذا أمر يتعلق بالمجتمع الدولي لا تركيا تدعي أنها تتدخل وحدها وتعلن حظر الطيران أو تقيم مناطق عازلة هذه نقطة أما بالنسبة لسؤال الأخ الإيراني الحبيب أهالي كوباني هل هم إرهابيون لا كما قلت أهالي كوباني الآن في حضانة تركيا 190 ألف كردي في داخل تركيا يقدم لهم جميع ما يحتاجون إليه أما الذين يقاتلون في كوباني هم أتباع حزب العمال الكردستاني أو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني فيدا فنعم هذا الحزب يعتبر حزبا إرهابيا فهكذا أنا أقرأ موقف تركيا بالنسبة للقرار من أعلن كيف تعلنون النظام السوري دولة إرهابية أو نظاما إرهابا لا نحن لا نعلن يا أخي الشعب السوري هم الذين يعلنون فشوف ملايين السوريين الآن إما في تركيا وإما في لبنان وإما في الأردن فإذا كان النظام نظام ديمقراطي نظام يحترم شعبه لماذا يغادر الشعب السوري فنحن لا نقول شوف عندما بدأت الاحتجاجات في تركيا كانت العلاقات التركية السورية في القمة فكان الرئيس رجب طيب أردغان وقتزاك وكذلك وزير الخارجية زاروا عدة مرات فنصحوا كإخفة لا كما يقول المسؤول الإيراني يعني عثماني جدد لا كإخفة نصحوا لأخيهم قالوا أجب لهذه المطالب حتى تستطب الأمن في البلد لكن لمدة ستة شهور قامت تركيا بنصائح لحل المشكلة سلمية لكن النظام قام بقصف القرى وقتل الأبرياء فبعد ذلك تركيا قال نحن لا نتعامل مع نظام يقتل شعبه ويخرب مدنه هذا الذي تقوله تركيا سيد توسون أما بالنسبة لي لا اسمحني سيد توسون أنا مضطر للتوقف لحظات مع فاصل ثم أترك الضيف الإيراني الكريم يرد على هذا الكلام ولا تزال لدينا العديد في الواقع من النقاط نود التوقف عندها تحديدا نقطة المعارضة الداخلية في تركيا أيضا لها موقف والدول الأخرى مثلا مثل السعودية حاليا كيف تنظر إلى احتمال التدخل هذه تعريقات لكلمات الإخوة السوريين والإيرانيين نعم لحظات قليلة ونعود لمواصلة هذا النقاش فقط فاصل سريع ونعود إلى لعبة الأمم ابقوا معنا لو سمحتوا موسيقى 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 ويقومون بهذه الجهود التي تناقض حتى القوانين الدولية ويصل اليوم من يسمى أن سمح لك وللحكومة أن تتهم حكومة المشروعة والمنتخبة في سوريا بأنها رهابية هذا النوع من الحديث وهذا النوع من الحلواء وهذا التصرف يثير الحساسية لعند جميع الجيران واللاعبين السياسيين في المنطقة وسيحرك هؤلاء لا يحق لأي أحد لا الحكومة التوكية ولا لغية لا دوليا ولا أخلاقيا ولا سياسيا أن تتهم حكومة أخذت صح حصلت على الأكثرية من الآراء في الانتخابات ونعتبرها هبية طيب سيد حكيم هاتفور اسمح لي بالمقاطعة وأرجو من المترجم أن يساعدني في ذلك يعني الآن السيد عبداللهيان كلام واضح نحن سيكون ردنا قاسا إن حصل انتهاك للسيادة السورية ماذا يعني هذا الكلام يعني لو دخلت تركيا عسكريا لضرب داعش داخل الأراضي السورية أو دخل الجيش التركي بشكل أو بآخر أو حاولت تركيا أن تقيم منطقة عازلة ماذا تستطيع أن تفعل إيران وهذا يعني أريد جوابا واضحا هل ستدخل عسكريا لمنع تركيا مثلا؟ نحن في هذه المنطقة والمنطقة المحايدة التي يقومنا عنها هذا هو المكان المناسب والأرضية المناسب للإرهابيين يأخذون المال منهم المعارضين يأخذون المال منهم والأرض يأخذون منها ولدينا إحصاءات حتى جرح الإرهابيين في أي مستشفى في توكيا يعالجون لدينا معلومات دقيقة نحن لدينا خطتنا وإذا حصل أي شيء كما دافعنا وكما دافعنا عن حكومة السورية ولم نسمح للتحركات غير المشروعة وغير القانونية لإسقاط النظام في السورية كذلك سننفذ خطتنا لمنع أي تدخل ولن نصبح لمثل هذا الدخول المسلح إلى كوباني وأظن أن الحكومة السورية تتخذ رأيا أكثر وقلائيا ونتدخل في سوريا لأن دخولها إلى توكيا هي دخول إلى حقل من الألغام ولا يعلم كيف ستخرج منها الدخول العسكري إلى سوريا إلى كوباني أو لغيرها فلن تنتهي بسهولة لإرادة الشعب السوري ولإرادة الأكراد والحكومة السورية كذلك حقيقة تقولون لن تسمحوا بذلك ماذا ستفعلون؟ هذا هو السؤال سأقول في وقفها كل شيء في وقفها أنت تعرف أننا لدينا القدرة لعمل ما نريد ولعب أساسي نحن في المنطقة وهذا سنقول لهم حينها ماذا سنفعل ولكن من المسلمين علينا أننا ستندخل بقوة وسنستعمل كل قدراتنا في المنطقة لمنع أي تدخل عسكري من الخارج ستدخلون بقوة وتمنعون أي تدخل من الخارج تستخدمون القوة وتمنعون أي تدخل من الخارج سيد عمر أوسي عندك تعليق كان مجموعة تعليقات شفتك كتبتك نعم صحيح أولا يتحدث الضيف التركي عن تركيا وكأنها سويسرا علما بأنها نظام أوليغارشي تدار من بابها إلى محرابها من قبل المنظمات الصهي وأمريكية وخاصة المنظمة لأيباك وهي عضوة في الناتو منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن هذا اتهام خطير أشرح لي كيف أتنين هو يتحدث عن 200 ألف من أهلنا من شعبنا أشرح لي الأيباك كيف لأن هذا اتهام أن تدار من قبل إسرائيل كيف العلاقات التركية الأمريكية والتركية الإسرائيلية والتحالف الاستراتيجي العسكري والسياسي بين الكيان الصهيوني وبين تركيا بحكوماتها المتعاقبة معروفة هناك أحلاف استراتيجية بين الطرفين وعندما تم مثال صغير سيد طوصون سأسمح لك بالبرد بعض اللحظات يرد بالحصة تبعيته سيد طوصون حين ينهي سيد عمر سأعطيك الكلام مباشرة عندما يتحدث عن لاجئي كوباني يعني الشعب الكردي من كوباني أولا هو يعرف بأن في مدينة فرسوس الكردية ويسمونها بالتركية سروج هناك 200 معتقل من أهلنا في كوباني ويتم التعامل مع الآخرين تعامل عنصري وهم حتى الآن في العراء ولم تصل أي مساعدات ولن تسمح تركيا بإيصال مساعدات حتى من الدول الجوار فيما يخص اللاجئين السوريين في الخارج هؤلاء اللاجئين هو نتيجة الانخراط التركي والصهي وأمريكي والرجع العربي على خط الأزمة في سوريا بتقديم السلاح والمال والدعم اللوجيستي 70% من الإرهابيين الذين دخلوا سوريا منذ بداية الأزمة وحتى الآن مروا تحت حماية الدولة التركية ومن الحدود السورية التركية المشتركة الممتدة على 850 كيلومتر أنا أحيي له إلى كليشدار أغلو رئيس المعارضة هو يتحدث وليس أنا يعني يقول لدينا وثائق في البرلمان تحدث يؤكد دور وتورط حكومة العدالة والتنمية وتورط رجب طيب أردوغان في تقديم المساعدة للذراع الإرهابية للدولة التركية لما يسمى إرهابي دولة الإسلامية في العراق والشام داعش بالنسبة للمنطقة العازلة نحن أمام ثلاث احتمالات أما أن تتم هذه المنطقة العازلة بقرار أممي وهذا مستحيل في ظل وجود الفيتو الروسي والفيتو الصيني وأما أن يتم بقرار من دول التحالف بقيادة المايسترو الأمريكي وقد أعلن الغرب بأنه لن يسمح بإقامة مثل هذه المنطقة وليست مدرجة على جدول الأعمال النقطة الأخيرة الاحتمال الثالث هو أن تقوم تركيا ببعض عمليات الكوماندوس والدخول بالمدرعات والجيش التركي إلى المناطق الكردية على التخوم الشمالية للجغرافيا الوطنية السورية وعندها سوف يجابه بمقاومة كردية باسلة وسيوحدون 45 مليون كردي في كردستان في كل أجزاء كردستان وفي المناطق الكردية وتبدأ السرهلدانات وتبدأ الاعتصامات الشعبية العارمة حتى في متروبولات تركيا وأيضا هناك الامبراطورية الإيرانية العظيمة حليفنا الاستراتيجي أنا سأجاوب عن الضيف الإيراني إيران لن تسمح هذا خط أحمر بأي دخول أو اختراق للجيش التركي أو مس السيادة لذرة تراب سوريا على امتداد جغرافيا السورية وهناك الحليف الروسي أيضا الذي لن يقبل وسوف يقف بالمرصاد وهناك الجيش السوري البطل بكل إمكانياته وأنا لست متحدثا باسم الحكومة السورية لكن أعتقد بأن السوريا أيضا ستقوم باستعمال السلاح الاستراتيجي إذا ما تورطت تركيا أو شنت حرب بالأصالة بدل الوكالة على سوريا حتى استخدام الصواريخ الباليستية هذا رأيي أنا أعتقد بأنه إذا ما أقدمت تركيا على مثل هذه الحماقة فسنحول كردستان التركية والمناطق الكردية إلى مكبرة للجيش التركي سيد توسون أنا عارف أنه عندك رد على الكلام حول إسرائيل وتركيا ولكن سمح لي أيضا في بعض المعلومات يعني أثار سعادة النائب السيد عمر أوسي زعيم حزب أو مسألة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو يقول السيد أوغلو أود أن نذكر فقط أبرز ما قاله أعارض دخول الجيش التركي إلى سوريا هناك من يريد طوريد تركيا في هذا المستنقع إن حكومة أحمد داود أوغلو ليست صادقة في محاربة الإرهاب لأنها لو كانت كذلك لكان عليها أن تبدأ في تنظيف الداخل التركي من مقاتلي داعش وتمنع أرسال الأسلحة إليهم وتسهيل مرورهم إلى سوريا المشكلة عندنا يقول السيد كليتشدار أوغلو وجود رجل مثل أردوغان يريد أن يمتلك كل السلطات وتسكنه بصورة رخيصة فكرة محاربة سوريا ولم يعد يستطيع يكبح كوابحه في هذا الاتجاه إنه بذريعة داعش يريد إسقاط الأسد لكني أعتقد أن الجيش لا يوافق أردوغان على هذا الخيار للتوضيح هل الجيش يسير بنفس سياسة أردوغان وتفضل لك الجواب على السيد أوسي وعلى كلام المعارضة الداخلية عندكم نعم يا أخي الحبيب تركيا دولة ديمقراطية وفي تركيا أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة فحزب كلشترول من الأحزاب المعارضة الكبيرة وعندنا أيضا كدولة ديمقراطية حرية التعبير وحرية الإفادة وهناك في داخل تركيا من الصحفيين والسياسيين من يدافع عن النظام السوري الغاشم والسيد كلشترول من هؤلاء المعارضين الذين يدافعون عن النظام السوري فلذلك عندما قال هذه الكلمة التي تفضلت بنقلها فأعلن رئيس الوزراء أحمد توضغلو أن هذا الموقف خيانة وطنية فهذا جانب أما جانب آخر تركيا يا أخي الحبيب دولة قوية عظيمة ولو أرادت أن تتدخل ولو اجتاحت الأراضي السورية لا تسترق 25 ساعة لكن تركيا دولة ديمقراطية ملتزمة بالمعايير الدولية وبالاتفاقات والمعاهدات الدولية لذلك لا تتحرك بدون قرار من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الأممي مع ذلك تركيا أيضا ترى أن الأمم المتحدة أيضا مؤسسة الأمم المتحدة ليست عادلة في مواقفها تجاه القضايا المختلفة سيد لسون انتهى للأسف تركيا دولة قويلة لا تخطأ أمام التهديدات النظام السوري مسؤول عن الدماء عن الدماء المسفوك في سوريا وكذلك الإخوة الإيرانيون مسؤولون عن تلك الدماء لأنهم هم الذين يدافعون عن النظام القاتل الغاشم فلماذا يا أخي ملايين السوريين هاجروا غادروا كيف كانت الانتخابات في سوريا فنصف السوريين في خارج سوريا فالنصف الآخر لا يستطيع الاقتراع في السناظر شكرا لك سيد توسون شكرا لك انتهى الوقت في الواقع طالما تحدثت عن إيران بالآخر فقط كلمة أخيرة لضيفنا الإيراني تركيا تقول أنها ستدرب المعارضة المعتدلة على أراضيها أمريكا طلبت منها ذلك نعم نعم ستدرب ستدرب مع التحالف طيب سيد الخطفة التي تغطوها تركيا في المستقبل هي تدريب المعارضة المعتدلة وتموينها من قبل التحالف شكرا لك سيد توسون السيد توسون يقول لو أرادت تركيا اجتياح سوريا لن يستغلق الوقت أكثر من 25 ساعة وهي تدرب المعارضة الكريمة الأخيرة لك سيد حقيقة بور من بل من باقای توسون که می فرماد باقا بر اساس قوانين بین المللی و سازوانهای بین المللی اقدام خواهیم کرد اتر جمع لا أسمحكم اي منظم دولي تسمح لكم خالفين لتدريب لتدريب معارضي دولة وخفية على عرضكم بس قل لي في اي قانون دولي يسمح لكم بهذا العمل و لا يسمح لكم اي قانون بهذا المجال و لا ادعاك و صدام كان يدعي نفس الادعاك نفس ادعاك هذا كان صدام يدعي و دخل في حق ثمان سنوات و لم يعرف كيف يخرج منها و على الأخوة في توكيا أن يفكوا بشكل عقلائي شكرا لك سيد شكرا لك سيد حقيقة بور انتهى الوقت للأسف الشديد سيد عمر عندك شيء فقط انتهى الوقت بشكل سريع بدك تعطيني دقيقة و دقيقة روص لا عشر ثواني ما رح ينشل حالا عشر ثواني يعني انا سأؤكد لسيد توصول مدى ديمقراطية دولة تركيا نعم على السريع قال دنجير مير محمد فرات احد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ان حكومة انقرة قامت بتسليح الجماعات المتطرفة في سوريا وقال فرات في حديث خاص لصحيفة طرف اليومية نشر على موقع الالكترونية تطورات متعلقة بتقدم مقاتلي داعش على مدينة كوباني قدمت لحكومة تركيا تنازلات كبيرة لعدة جماعات متطرفة وسأذر الله بعض الصور شكرا لك سيد توصون شكرا لك سيد حقيقة بور يعني كنا نود ان تمتد الحلقة اكثر ولكن للأسف انتهى الوقت ولدينا نشرة اخبار بعد قليل الى اللقاء عزائي المشاهدين في الاسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج لعبة الامم موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة